عم بشوف بطاقة اللي هي انتصار على شخص ممكن يكون هذا الشخص من برج مائي او من برج ناري مائي اكتر عم تاخد حقك منه هادا الكرت عم بفرجيني كارما اكتر كارما رح ترجع رح تلف اللفة وتاخد حقك في هذا الشهر من بعد يعني ظلم اكلته من هذا الشخص خلينا نقول خلينا نشوف بشكل عام لبرج الدلو الدلويين بشكركم طبعا بشكر جميع الابراج على الدعم للقناة شكرا كتير للكم زواج وحب ومشاعر من اولها والله وعمل لكن عم تبعد شوي عن العادات والتقاليد عم تعيش يمكن مغامرات جديدة عم بتعيش عيشة غير اللي انت متعود عليها عم بتحاول تعيش شي جديد هاي الفترة عم بتحاول تغير كل الاجواء اللي حواليك عم بتحاول تغير حتى الناس والله عندك زواج يعني اول كرت واخر كرت حب حقيقي او صول ميد ممكن تكونه عم تلتقي فيه او عم تلتقي لا هذا الشخص اليك فترة معه مش جديد هذا الشخص رح تنتهي الشهر بفرحة كبيرة ما بقول زواج ولكن ممكن تكون تحضيرات لزواج او ممكن تكون وعود صادقة خلينا نقول خاصة اذا الشخص كان هوائي او ناري او حتى مائي الطاقات عم بتبين عنا برج التور السرطان الجوزة انا بشوفه هذا كمان ادلوا انت يعني ممكن تصادفوا اشخاص من نفس البرج شايفيت لك حب ومشاعر كبيرة اول الفترة ممكن يعني بين فترة وفترة تتذكر حب قديم او تتذكر شغلة قديمة ممكن من بعد فراق صار هذا اللقاء شايفة نهاية مع شخص من برج مائي نهاية يعني اللي هي نهاية لابد منها في من بعدها بداية زي ما قلنا بداية حلوة جدا شايفة كمان في ممكن تكون عندك فرصة عمل ولكن فرصة عمل هي في مؤسسة في شركة في يعني مش انه شراكة او عمل حر او كزا عم بشوفك لا عم تشتغل في كادر معين فرصة عمل في كادر معين واذا كنت اساسا عم تشتغل ففي عندك امنية في العمل ممكن تتحقق ممكن ترقي انت عم تستناها شايفيتها ممكن كمان شخص يكون من برج هوائي او ناري يكون هذا الشخص عم يوهمك في امور في الشغل عم يستغلك يمكن يمكن مش بس في العمل يمكن في على اسعادة اخرى هذا الشخص عم يوهمك في مواضيع في امور نكون حذرين من مواضيع النصب خاصة من هاي الطاقات انا ما بقول انه هاي الابراج او هاي الطاقات سيئة ولكن طبعا مش كل اشخاص البرج نفسه بيكونوا نفس الاخلاق او نفس فبس نكون حذرين هاي الفترة من هذا الموضوع عم بهايقلنا شغلات عم نتعرض لنصب من ناحية عاطفية اذا كان في شخص جديد عم يدخل حياتنا اذا كان هوائي او ناري ممكن شوي ناخد بس حذرنا ما بقولك انه شخص سيء ولكن ناخد حذرنا بس انه نكون حذرين وما نتوه بسرعة بالمشاعر وما نفوت بسرعة بالمشاعر نتأكد من الشخص قبل ما يعني ندخل اكتر في الموضوع شايف في عندك سفر ولكن مؤجل هذا الشهر يعني ما رح يكون هذا الشهر في سفر في وعود واوراق عم بتوقع عليها كرمال السفر ولكن السفر فعليا ما رح يكون في هذا الشهر ممكن يكون في نوفمبر هذا بشكل عام هذا اهم شيء كمان شوي عالصحة النفسية بالناحية التفكير عم بشوفك بتفكر البعض منكم عم بيزيد ويعيد في نفس الموضوع عم بيزيد شوي عنده ارق نوم متقطع نفكر بصحتنا شوي اكتر من اللي حوالينا لانه صحتنا اهم شيء ناحية عاطفية عم بشوفك اول شهر عم تتذكر عم بتكون وحيد شوي اه في فرص عنده كتير او العيون عليكم اه عم تعطي فرص لحده عم بتكون منزوي نوعا ما اه ولكن سرعان ما تتغير هاي الطاقة هاي الطاقة رح تكون بس مجرد ايام قليلة ولكن رح تتغير بسرعة هاي الطاقة نتيجة اخبار رح توصلك من الشريك اخبار مباشرة يعني الشريك نفسه رح يحكي معك مش انه اه اخبار رح توصلك عن الشريك اه رح تاخد حقك اه من شخص يمكن من علاقة ثلاثية اه كانت موجودة رح يوصلك حقك في عنده جستس في هذا الشهر فعم بتكون اه سعيد في هاي في هذا الموضوع او في هذا الانتصار اه عم بشوف فيه فرص احلام بالنسبة للعزاب او للناس اللي اللي خلص بدهم يرموا القديم وبدهم جديد فيه مجال كتير كبير انه يكون فيه جديد عفوا في هاي الفترة خاصة من الابراج القوس الاسد الابراج النارية ممكن تكون فيه فرصة اه حلوة كتير او شخص معجب ممكن انه اه يبادر اه في هاي الفترة بالنسبة للمتزوجين عم بشوف اه الاولاد شوي عم بيسببوا لهم شوية اه يعني ارهاق شوية اه اه تعب ولكن مش كل الاولاد يعني نبين عندي الاولاد نوعين عندكم اياهم نوع اه كتير هادي وراي وكزا ونوع شايفة عم شوية واشو اه يعني مشكلة في هذا الموضوع اه الامهات او الاباء اه شايفة فيه ممكن يكون حتى حمل يكون حمل فيه في ولد مش في بنس على الاكتر خاصة اذا كان الشريك ناري او مائي اه عم بشوفك اه زي ما قلت لك منتصر على علاقة ثلاثية او منتصر على الشريك نفسه لان الشريك نفسه رح يجي لك وانت رح ترفضه اول مرة وبعدين رح شوي تتناقش معه ولكن انا بشوف الك اه بداية جديدة اكتر ما هي رجوع للقديم في عندك بدايات جديدة حلوة مع اشخاص جداد انت عم تختار هذا الشي هذا الشي ما عم يصير غصبا عنك عم بشوفك انت اه اللي عم تختار انت اللي عم تكون متحكم في الموضوع نشوف مسج من الحبيب ما ادري اقولها اوه هو بعيد مسلا هم اه وكانه عم بيقول لك انه هو آسف عم يعتذر عم اه بيحاول يعمل تغييرات فى شخصيته تغييرات جذرية لحتى انه هم يات recommends انا بايارك تنزل يوصل لعندك هذا من العقل الباطن تبعه ومش من فعم بعمل عم بعمل شي ولكن عم بيحاول يعمل تغييرات حتى فيزيكال يعني حتى مش بس اللي هم تغييرات معنوية أو كذا لأ يعني تغييرات بشكل عام في شخصيته عم بيحاول يتغير لحتى يوصل لليفل تبعك لحتى يوصل لك لحتى يقدر انه يتواصل معك يمكن عم يزبط امور ولكن هو اعتزار انا شاكيته اعتزار اكتر ما هو مسج شوفوا لسه في تحذير آآ هذا الشهر لبرج ابدلوا زر الكرت طلع مقلوب آآ في امر قديم يعني انت عم تستنى كتير اليك فترة طويلة على الفكرة هذا الكرت مش مش تحذير هذا بشارة آآ عم تستنى اليك فترة عم بتكون في كانت عواصف في مشاكل حوالين هذا الموضوع آآ ما قادر توصل له في عوائق كتير انا شايفيته بيت بيت ممكن يكون بيت زوجية آآ ولكن آآ في في حواليه كتير مشاكل في آآ امور آآ كأنه عم بيوصل لك مسج انه آآ بس تكون حذر مع الشخص اللي حتبني معاه هذا البيت ولكن انا شايفيتها انها بشارة يعني بيت عم تبني بيت آآ مع حدا عم بتكون بيت مع حدا آآ آآ عم عم بيكون في زواج يعني اكتر هذا هذا الكرت فبشوفه خلينا نشوف اركب لبرج الدلو تحذير برضه كمان مرة انه آآ بيقولك ما تدخل ما تاخد قرارات كبيرة هاي الشهر ما تاخد آآ قرارات مصيرية مثلا زواج تترك عمل تعمل شغل كبيرة لانه في شوي عدم امان في هذا الشهر بدنا نكون حذيرين وبشكركم كتير لبرج الدلو